خلينا نقول في أفريقيا عايزة عرف توقعاتك كده لطرفين النهائي بس أتمنى طبعاً أن يكون النهائي مصري تبقى أول مرة خالص الأهلي والزمالك في النهائي دولة أبطال أفريقيا النهائي يكون مصري ونشوف حاجة نبقى فخرين بيها كجمهور وكإعلام وككل حاجة يعني أنا أتمنى أشوف نادي الأهلي واخد طورة أفريقيا ده رقم واحد بالنسبة لي لأنه زي ما أبطالك بطولة أفريقيا حاجة كبيرة جداً للجمهور فرحتها كبيرة للعيبة ومجلس إدارة وبشوف أن ده الهدف الرئيسي للنادي الأهلي هي بطولة أفريقيا اللي غايبة كتير عن النادي الأهلي فبتمنى يكون نهائي مصري طبعاً وحاجة تليق باسم مصر ونشوف حاجة محترمة ونشوف أداء كويس نحس أني فعلاً بنتفرج على حاجة في أوروبا حاجة قايمة طب ممكن توجه كلمة جماهير النادي الأهلي كده قبل ما نخطب طبعاً أنا بشكر جماهير النادي الأهلي أنها لحد النهاردة لما حد بيشوفني بيقول أن أنت لعيب حريف أو أنت لعيب محترم أو ما سمعني لكش مشاكل بعتذر لهم أن أنا مقدرتش أن أنا أرد يتموحهم في الفترة أنا كنت متواجد فيها لأسباب خاصة لكسرة النجوم طبعاً بتمنى لهم يا رب دايماً أنهم يكونوا وقفين وسط وراء فرقة النادي الأهلي ومجلس الإدارة بتمنى لهم إن شاء الله أن فريق الأول النادي الأهلي إن شاء الله يحقق لهم بطولة محببة ليهم بطولة أفريقيا وبقول لهم طبعاً أن النادي الأهلي أعظم جمهور على الوطن العربي بشكر حضرتك جداً أنك نورتنا ببرنامج السادسة وعايزة الحقيقة أفكر حضرتكم تاني وأبارك لفريق الطائرة النادي الأهلي اللي وسل إنهائي كاس مصر بعد الفوز على الزمالك 3-0 وهي لاعب الجيش بإذن الله في النهاية وبإذن الله البطولة تكون لنا وإن شاء الله يكون إنجاز كبير من إنجازات النادي الأهلي وبإذن الله نجمع الصناعية دوري وكاس بشكر حضرتكم على المتابعة وبإذن الله حلقة جديدة أخير حاجة بس عايزة وذلك طبعاً من خلال بنامج الحركة ومن خلال قناة نادي الأهلي طبعاً بأتمنى الشفاء طبعاً لمؤمن زكريا وإن شاء الله يرجع لنا بالسلامة ومن العناصر التي قدت للنادي الأهلي وتاريخ لنادي الأهلي أتمنى له رب الشفاء إن شاء الله ويرجع لنا بألف سلامة وسعيدنا أنا كنت متواجد معاك وأنا أكتر يا كابتن بشكر حضرتكم جداً على المتابعة حلقة جديدة من برنامج سادسة بكرة إن شاء الله